أبو حمزي بدي رحب فيك على أغاني أغاني بدي إليك هادي مش أول مرة بنشوفك بلجنة تحكيم سبقوا شفناك بمذيع العرب وهلو عم شوفك بديو المشاهير شو الفرق بيناتهم شو حسيت بالاختلاف الفرق إنه بمذيع العرب عنتك شباب صغار جايين حاطين مخطط لمستقبلون ولا حياتهم وبدو ينقوا كاريير بدو ينقوا مهنة يدخلوا فيها وبتأثر على كل إيامهم اللي جاية هون ناس جيين محترفين هن نجوم بمجالهم جايين يقدموا هالأغاني بها ضامة ولا هدف إنساني وكمان أكيد فيه تحدي لحالهم بس بتفرق كتير هيدا السليبريتي ديويتس ما رح يأثر على مستقبلهم للمهنة بينما موزيع العرب رح يأثر على توجههم كله على مستقبلهم للمهنة كله بسليبريتي ديويتس أنا شاركت لأنه البرنامج مهضوم لأنه الهدف إنساني وبالنهاية نحنا مش عم مش بي ذا فويس ولا عم نقى صوت المستقبل ولا عم نقى أجمل صوت يعني حتى الإنسان تأثر على حياته كله هيدا أكتر أوفا جيم يعني هي لعبة أكتر ومتل ما قلنا هدف إنساني طريق أبو زاودة من بعض ما كنت مشترك بديو المشاهير اليوم أنت بلجنة الحكم أدي هيدا الشو رح يتغير عليك لك باب عارف عاد أنا في أقل لك أنه كنت مشترك حبيت مشاركتي بديو المشاهير وعملت إشي حلوة ونجحت بأعتبر حالي أنه حققت شيء وقدمت شيء للجمعية اللي أنا كنت نققيها هلأ باللجنة أكيد فرق كتير كبير بدي إلك بعدين شو بحس وشو في فرق يعني هلأ ما في إلك من هلأ اليوم أول حلقة أسامر رحبيني حضرنيك بكذا لجنة حكم عم تعطي قراءت وحاليا عم نشوفك بلجنة تحكيم ديو المشاهير شو بيختلف عن بقية المرامج يعني حسب شيء استراك شيء وديو المشاهير شيء تاني استراك هلأ ناس متشاركين وحتى ينفسوا بعضون ويجربوا كل قوتون وقد ما فيك تطورون وتعلمون وكون عندك من قناة كتير واضح عليهم هون يمكن أكتر هنا نجوم كنوعة عنده خبرتو وعنده الحق الطبع وشغل فيه وإستاذ بشغلته عم يجرب يعمل مثل عمل خيري أنه يساهم بأنه مشاركته يكون إلا نوع من الدفع لهالجمعية وهذا شيء إنساني نحن محترمه كتير لكن وقت الواحد بيطلع على المسرح بيستير ملك أنه الإنسان تقدر يعمله نقد ويهتم فيه وهذا شو موظفتنا وهذا الفارق بينه قبل كنت بي دانسان ودستارز عم برقص عم بتعلم رئيس هلا it's my area so بعرف حالي شو مامل سو فيه أعطي أكتر ادفايس لشخص اللي أنا ماهو فيه ساعده فيه أعطي هنتس كرمي اللي يغني أحسن أو مرتاح على ستيج أحسن وهذا شيء أنا كتير بحب أقام له والعالم هون كتير مهضمين أنا الشخص اللي عم غني مون كتير مهضمين ويغني حلو كتير ما كتير متوقع يكون عم يغنيوا هالأده حلو وغنيتان كتير حلو كمان so it's very nice experience برجيت ياغي أهلا وسهلا فيك على أغاني أغاني وبنا نشوفك بعد شوي على مسرح سليبلي تدواتس عم بتغني مع محترفين بالتمثيل محترفين بالتقديم شو بتخبينا عن هيد التجربة أول شي مسأل خير لإلكون دايماً بتضلكم معنا وين ما نكون يعطيكم ألف عافية طبعاً تجربة حلوة كتير وإلي الشرف كون بأول حلقة مع الشمس الغنية الليبنانية ستنج بكرم وطبعاً مع فنانين كتير كبار تانين مبسوطة كتير وإن شاء الله أنه حتكون وصلتي واصلة هيك مهضومة لحغني مع ميشيل أزة وحغني مع شكران مرتجة فكتير كتير مبسوطة وإن شاء الله يا رب العالم تحب